تقدم متسارع للجيش في الجهة الغربية من مديرية القبيطة نحو مدينة الراهدة التقدم جاء إثر عملية عسكرية واسعة نفذتها قوة الجيش على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيات أدت إلى استعادتها بشكل كلي أبرزها منطقة عيريم ومنطقة اعتريم والمقصوب وصولا إلى منطقة جولة عيريم حيث يقع السوق الرئيسي لعدد كبير من مناطق القبيطة بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات بينهم قيادي ميداني يدعى أبو العز بالإضافة إلى فرار العشرات منهم تم دحر الميليشيات الحوثي من جولة عيريم من كثير مواقع ومن قبل القلعة ومن جولة تريم وفيما تتواصل العمليات العسكرية ضد الميليشيات الإقلابية التحمت قوات الجيش من جبهتي شعب وحيفان في منطقة اعتريم حيث شكلت هذه المنطقة نقطة انطلاق مشتركة سرع من حسم المعركة واستعادة الجيش لمناطق شاسعة من مديرية القبيطة توازيا مع هجمات مماثلة شنتها قوات الجيش بالمحور الشرقي نحو جبل جالس الاستراتيجي وسط المديرية بهدف تضييق الخناق على مقاتلية الميليشيات وتزامنا مع العملية العسكرية البرية هذه حلق طيران التحالف العربي بشكل مكثف كما نفذ عددا من الغارات استهدفت تعزيزات للميليشيات الإنقلابية توالت هزائم الميليشيات خلال الساعات الأخيرة إذن ومعها فقد الإنقلابيون أبرز مواقعهم في المديرية خصوصا مع استمرار الضغط اليومي الذي تفرضه قوات الجيش الوطني على مسلحية الميليشيات في أكثر من جبهة لا سيما في الجبهة الشمالية الغربية من محافظة لحج والجنوبية الشرقية من محافظة تعز